بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا خلاص بقى مستقر عندنا ان حلقات يوم الحد بنتكلم فيها وبنخاطب فيها المتزوجين بنحاول نجمع على بعض كده ونحاول نحصن البيوت بالفكر والعلم والفهم عشان نقف قدام ارتفاع نسب الطلاق الموجودة في البيوت وعشان كده خلينا حلقات يوم الحد مسمينها من التوافق الى السعادة وكأننا بنقول كل الفكرة اللي عنده كتير من الناس ان الجواز خلاص حصلوا حالة من حالات الصدق ويحنا منتظرين في اي وقت من الاوقات يتقطع او يتقطم وينتهي الجواز ده احنا بنقول الفكرة دي فكرة من الصحيحة احنا قدامنا محاولات كتيرة وقدامنا شغل كتير عشان الجواز يرجع تاني نادي وصبح ومليان فرح وهنى وسعادة ازاي يحصل ده لما نحط يدنا على المواطن اللي خلت التوافق يقل ونزود التوافق بان احنا نعالج النقاط دي فيه ظاهرة معروفة وموجودة كتير وانتوا اول ما تسمعوها هتقولوا اه وهتقولوا اه وهقولكم انتوا ليه هتقولوا اه فكرة ان الجواز يبقى جواز مصالح فيه حالة كده من حالات الاستغلال بالجواز يعني ايه جواز مصالح ان فيه حد اتجوز عشان غرض هو عايز يحققه بعيد عن مفهوم الجواز والاسرة والمودة والرحم ده هو اتجوز بس عشان فكرة منفعية براجماتية يعني جواز منفع مش عايز اقول المصلحة يعني بيبقى عندي مشكلة ان انا اقول مفهوم المصلحة لان مفهوم المصلحة في الشرع الشريف مفهوم ايجابي لكن احنا عشان احنا استعملنا الدارج بنسمي الجواز ده ايه جواز ايه جواز مصلحة زي ايه واحدة جوازت واحد فقط مش عشان اي حاجة خالص غير انه عشان غني عنده فلوس او صحيح انا فاكر معاكم حديث الرسول اللي الى اللي سلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاذفر بذات الدين تربت يدك يبقى ايه اللي حاصل حضرت النبي قال إن دي من أغراض الجواز إحنا هنا مش بنتكلم في المسافة اللي احنا بنتكلم فيها مش بنتكلم على إن الجواز هيكون صحيح ولا باطل حسنا بنتكلم على حية تانية بنتكلم على وجع القلب بنتكلم على الجواز اللي هو الجواز في الحقيقة اللي ملوش طعم بنتكلم على الجواز اللي كل ساعة بتمر فيه والواحد بيحس إنه هو بيبيع نفسه عشان يوصل لغرضه أو عشان يحس إنه هو بيقدر يتوفره المراد بتاعه سواء كان شوية فلوس أو كان عشان يوصل لحد جميل فكل الكلام ده لازم يوقف نسيت أقول لكم حاجة مهمة في جواز المصالح ساعات جواز المصالح بيبتدي جواز مصالح زي ما أنا بيّنت لحضراتكم ده فتبقى بنتي صغيرة قاصر وأهم الجواز القاصرات وأهم اللي بيعمل وأهم الجروح اللي بيسببه جواز القاصرات جواز الأطفال اللي إحنا لا نوافق عليه أبدا الجواز اللي بيوجع ويقلب طب بيتجاوز ليه؟ عشان البنت تلاقي اللي يصرف عليه وكأننا بنبيع سلعة مش إن الجواز ده باب من أبواب السعادة وباب من أبواب الراحة الجواز على فكرة جواز المصالح ممكن يبتدي جواز مصالح لكن دايماً تلاقي تعبيرات من الرجل أو المرأة الزوج أو الزوجة وهم متجوزين وكأنه بيهددوا بعض إن الجواز بينهم أصبح جواز مصالح ما أنت خلاص أنت مش متجوزاني ولا عايشة معايا فقط غير إن أنا بجيب لك فلوس وهي تقوله أنت فقط أنت أهد معايا بس عشان العيال هنا هما بيقولوا البعض إن الجواز ده تحول إلى جواز مصالح عرفتم ليه إحنا متكلمين النهار ده في الحلقة دي؟ لأن المسألة بقت أكثر انتشارة من إن إحنا نسكت عليها إحنا لازم نفرق ما بين الراحة في الجواز وحده عنده هدف وواحد تاني عايز بس يستغل اللي حواليه فيوصلوا للاستغلال والابتزاز العاطفي لأن كده هيبقى معنى الجواز هديكي مشاعر وهاديكي عاطف لما تدفعي في الجواز فلوس لما يكون متجوز واحدة أكبر منه سنة عشان هي عندها فلوس فيصبح الجواز مش حياة يصبح الجواز إيه؟ وسيلة وده هي ده الخطر لو سألوني على جواز المصالح إيه هو جواز المصالح؟ هو الجواز اللي بيتحول هو الزواج اللي بيتحول فيه الزواج إلى وسيلة مش وسيلة للسعادة لكن وسيلة لوصول لغرض واحد بس فينم ده فيه الأنانية والجشع هل ممكن لو بدأ جواز مصالح؟ هل ممكن يتحول إلى جواز إنساني صالح مليء بالقيم؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة صحيح في حديث سيدنا أبو هريرا الذي أخرجوا الإمامان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبيها وجمالها ولدينها فازفر بذات الدين تربت يدك وأنا بقول الحديث ده عشان أقول أن احنا بنقول أن الجواز للأهداف أو للمعاني ليس هو المشكلة ولكن كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيوطأ لنا أن الجواز ممكن يكون لهذه المعاني بس في نفس الوقت حضرة النبي بيقول لنا لازم الجواز ده يكتمل بالأخلاق ويكتمل بالقيم وإزايك ما ينفعش أن واحد يتجوز حد فقد عشان يموص دمه ويوصله للي هو عايزه من الشهوة والرغبة وبعد كده يرميه يرميه وقوة قد تحول شبه بنا آدم بس السؤال برضو أتجوز عشان الفلوس ولا لأ وماذا نجاح الزواج من أجل المال وتغيير المستوى الاجتماعي في حد يتجوز عشان يرتفع بمستوى الاجتماعي بتاع الأسر خلينا أقول لحضراتكم أن دي مسألة صعبة شوية لأنه ما لهاش معيار فمثلا فيه واحد غني ومعه فلوس ممكن يتجوز واحدة أقل منه في المستوى المالي والجواز ينجح وتكون علاقة فيها وصل ورحمة وخير وجمال والعكس الصحيح ممكن تكون واحدة غنية ممكن تتجوز واحد مش غني وبرضو تكون العلاقة في أحسن حال ده لما يكون الجواز المقصود فيه أن احنا نعيش مع بعض فساعتها هيبقى الفارق الاجتماعي مش هو القضية لكن إن حد يروح يوهم حد أنه هو هيتجوزه جواز حقيقي مليان قيم ومليان مواد ده ورحمة وهو مش هيتجوزه غير عشان المال ده تبقى فين المشكلة بقى؟ المشكلة بتظهر بقى لما الشخص اللي احنا جوزنا لهذا الغرض يتحول حياته ويبقى إيه اللي حاصل؟ فقد المال فيبتدي الشخص اللي معاه يبتدي يحسسه بالعجز والنقص ويكسر فيه احنا ما ينفعش أن يكون الأساس الوحيد للجواز هو المال يعني البنت أهلها ما ينفعش يجوزوها علشان خاطر المال والمستوى الاجتماعي بس ولا الولد وأهله عايزين يروحوا يتقدموا لفلانة علشان مالها ومستوى الاجتماعي يجيني هنا سؤال بقى هل اللي بيتجوز واحدة عشان هي موظفة؟ بيبقى ده جواز مصالح؟ لا الحقيقة بس هو في الحقيقة مأسس مشاعره بشكل صحيح كان لابد أنه هو بيأسس مشاعره يتحور معها بأنه هو شايف أنه ده جزء من العيش المشترك وده معناه أنه لو سعدت في البيت أو قامت بأي عمل في دعم للبيت هو لازم يكون بواجب الوقت اللي هو إيه واجب الوقت ده؟ أليم تنان لازم يمتني ليها هو كتير من شباب الأيام دي وخاصة في الظروف الاجتماعية اللي احنا فيها دي بيجوز بتفضيل مش بغرض بيجوز بتفضيل أن الزوجة ممكن تشترك معه في بناء الأسر لكن إمتى يتحاول ده لزواج مصالح؟ لما يكون هو عاطل وباطل وقاعد من أنتخ وهي اللي تشتغل آه صحيح ساعتها هيبقى الجواز ده جواز مصالح طب تعالوا نشوف بقى إحنا عايزين نوصل لإيه من الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ إحنا مش قصدين إن إحنا ننكئ جرح عندنا لكن إحنا عايزين نقول إن ده مش نهاية العالم لو حتى الجواز وصل وبقى جواز مصالح إحنا نستطيع إن إحنا نرجع تاني وما فيش مانع إن الواحد فينا يبقى عارف إن الجواز ده كان في الأول جواز مصالح بس نرجع تاني ونخلي الجواز ده يتبني على أسس مهمة إزاي الجواز اللي هو تبني على مصالح ممكن يتحول إلى جواز مليء بالمواد ده والرحمة؟ أول حاجة لابد إن إحنا نعرف ده نعرف ده يعني إيه؟ لابد إن إحنا نخرج من إن إحنا نكذب على نفسنا وكل واحد فينا يحاول يخدع التاني لابد إن الواحد يصرح نفسه يعني اللي تجوز جواز مصالح يقول والله أنا كفياني لعب كفياني استغلال للناس تعالوا بقى نتكلم بقى إزاي البيت ده وخاصة اللي بقى عندهم عيال وبقى عندهم أولاد وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول إزاي يحصل تضيع الإنسان من يعول؟ لأنه بيحسس الشخص اللي قدامه ده ده وسيلة وأداة فقط ويحصل ده كتير قوي 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 لما يجي الزوج يقول لي زوجته أنت ملكيش لازمة في البيت ده غير إنك تخدمي العيال وتخدميني وبس آه ده شكل من أشكال جواز المصالح؟ طبعاً ده مش الجواز اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طالب فيه استوصب النساء خيراً ولا الست اللي تيجي تقول له أنت ملكش أنت سازج وملكش في تربية الأولاد أنت ما تعملش حاجة فقط بس غير إن أنت تجيب لنا فلوسه بس هل ده جواز مصالح؟ طبعاً طب نعمل إيه بقى؟ أول حاجة ببساطة خالص الشخص اللي حاسس إن ده جواز مصالح لازم يقف مع نفسه وما يجدبش عن نفسه ما يبررش لده ما يقولش النفسه طب أنا كنت أعمل إيه؟ ما أنا كنت مضطر ده أول حاجة لازم ينتهي هنا يبطل التبرير لنفسه يبقى أول حاجة يتوقف عن التبرير تاني حاجة عشان يتخلص من هذه الفكرة يعرف إن في حلول كتيرة ممكن نعمله يبقى أول حاجة يعترف في ده وما يبررش لنفسه الأمر التاني والمهم إن هو يروح لشريك الحياة اللي هو يستغله وفي بعض الأحيين مص دمه لو واحد نتجاوز واحدة أقل منه بسنوات بعقدين تلاتة أقل منه بعشرين سنة بتلاتين سنة وأهلها تجاوزوها بس عشان المال يعمل إيه؟ ببساطة خالص يبتدي يحاول يدعم بناء شخصية الزوجة أو الزوج اللي قدامه يبتدي يخرج أحلى ما فيها ويحسسها بأنها كبيرة ويحسسها أنها ننضجة ويحسسها بأنها ليها أهمية في الحياة يبقى تاني موقف لازم نعمله عشان الجواز المصالح ده ينتهي هو أن أنا أكبر الشخص المستغل وأخرج أحسن ما فيه هل ده ممكن؟ طبعا أول حاجة لازم أكلمه بطريقة مختلفة عن الكلام اللي أنا كنت بعمله لأن الشخص اللي بيستغل شريك حياته طول الوقت بيكلمه كلام بيخليه يحس بأنه ناقص ويحس أنه متكسر لا أحاول أعيد المسألة مرة تانية أعمل إيه؟ أول حاجة أتكلم بكلام إيجابي عن هذا الشخص اللي هو تم استغلاله الحاجة التالتة بقى والمهمة أن أنا أشوف أفضل حاجة بيعملها وابتدي وسعها هي شطرة في الأكل فأمدح جدا 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 أنهي وفرت لنا أنهي ناكل من بره ووفرت لنا كمان أنهي صحتنا تتأذي فابتدي أقول لها كلام إيجابي والحاجة الرابعة أبتدي أعمل خط التطوير للشخص اللي تم استغلاله لأن الشخص اللي بتاع جواز المصالح دايما بيحاول يحافظ على الشخص اللي هو استغله في مستوى ده لا لو هي ما كانتش تكمل التعليم أسعدها لأنها تكمل تعليم لو هو في مستوى الاجتماعي ده مستوى ثقافي مش مناسب أحاول أخليه يقرأ وأحاول أخليه يتعلم لما نكبره نكبر شرك الحياة ونخليه يخرج أحسن ما فيه دي معالجة مهمة جدا 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 لزواج المصالح زواج المصالح في الحقيقة مؤلم وبيوجع وبيأذي بيأذي لأن الشخص المستغل بيحس أن شريك حياته اللي مفروض يكون أحسن حد بيدعمه بيكسره بيكسره ليه؟ عشان يفضل أداة في إيده ويفضل محتاج له تعالوا نغير الكلام ده وتعالوا نطور حياتنا وتعالوا نغير من ثقافتنا بأن احنا نخرج أجمل ما في شريك حياتنا عشان يرجع الجواز مرة تانية جواز شركاء جواز أب وأم بيرعوا مولود جديد اسمه الجواز مش جواز واحد اشترى سلعة ومن حقه أنه يستخدمها زي ما هو عايز الجواز لو أن احنا تعملنا معاه على أنه مولود جديد هيفضل المولود الجديد ده ممكن يتولد وممكن نكبره بالمودة والرحمة وبالأمان وبالاهتمام وبالاحترام والتأدير تعالوا نحترم ونقدر شركاء حياتنا وكمان نحسسهم بالأمان عشان يخرج الجواز من جواز المصالح إلى جواز النعمة والإحسان يا رب اجعلنا نبني الفضل بيننا عشان نفضل الجواز الباب الواسع اللي احنا بنشوف فيه مددك لينا بالسعادة وبالهنى وبالفرح يا رب اجعلنا دايما من أهل التوفيق والسداد وأكرمنا يا رب والتحولات دي سهلة يسيرة القلوب بين أصبعين من أصابعك يا مولانا حول القلوب يا رب يا رب اللي ذاقت مرارة جواز المصالح وجعلها يا رب تتحول إلى جواز المودة والرحمة وهذا يرضيك وليس عليك بعزيز يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا متلقى عليها أسئلتكم المباركة ونفضل على طول متصلين بحبل من نور بمجالس العلم وبرب العالمين سبحانه وتعالى وكمان ونكون في يد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال عندنا النهاردة من الأستاذة أمل من القيرة أستاذة أمل وعليكم وعليكم أستاذ أمر ورحمة الله وبركاته حضرتك يا شيء نعم وفضل الحمد لله كنت كلمت بطالي حضرتك قبل كده أن أنا متجوزة من 9 سنين ومعي ثلاثة أولاد طي وفترة كده دكتور فوزي عرفت أنه بيكلم واحدة وكده عن مسينجر المهم يعني مش تكلمتي معايا ولا حاجة ليه ما تكلمتيش معايا مش بيننا كلام خالص مش في أي حاجة يا دكتور طول عمره مش بيتكلم معايا يعني يعني مثلا أتكلم معايا مش برضى يتكلم معايا في أي تفاصيل يعني روحت الشغلة أمتى مش بيرد علي طب مش معنى رأي مش بيردى يتكلم معايا خالص معلش يوم مهنته إيه يا أستاذ أمل هو واخد بكاليريوس شغال في محاسب طيب سؤالي وانا واخد دبلوم بالوقتي يعني إيه حصلت المشاكل دي وما تكلمتش معاه وعرفت اتفاجأت بالحاجات ديت وكلمت خاله إيه جا تدخل في الموضوع كده طبعا إيه مش عارفت حاجة خالوا كلمه ومش قال لي حاجة بعدها إيه قعدت أقوله معاملته معايا اتغيرت هدي قولي لأ طب يجب دي لأ زي ما كل نظام عندي كده ما عشان إيه أنا مش عايزك تعودي في البيض أستاذ أمل بس عشان حاجة حصلت بس عارفة إيه اللي حصل هو شايف أن انت صغرتيه وشويت وصورته عند الناس آه فعلا وجبت ناس برضو وعادوا كده وعادوا إن شاء الله أنا عارف حاجة إيه أن أنا عازعل واجب ناس تزعل معايا طيب ليه ما أقصر طريق أنت واحد دلوقتي يديك واحد أزاكي أقصر طريق تعملي إيه تروح تكلميه تروح تكلميه مش بيرضى يتكلم معايا يا دكتور خالف يعني وهل لما هو ما يرضاش يتكلم معاك مش أنت تغيري أسلوبك في الكلام وتحاولي تتكلم معايا اسمعي طيب اسمعي بس يا أستاذ أمل معلش أنت سنك كم سنة أنا عندي 26 26 سنة وإنت من جاوزة وإنت عندي كم سنة 18 طيب إحنا دلوقتي ما حصل لناش تأهيل لي على الجواز هو تجاوزك الفرق بينكم 10 سنين ولا 8 سنين 8 يا كده 8 سنين الفرق بينكم 8 سنين صح كده هو الوحيد لما عمده هو مش فلا هو لا ما تعوضيش تقولي النفس بص يا أستاذ أمل ما تعوضيش تقولي النفس الكلام مش حقيقي الكلام الحقيقي إنه هو حاسس إنه هو دماغ وإنت دماغ طيب يا أستاذ أمل أنا أقول لك أنت تعمل إيه لو أنت عايزة تسأليني أعمل إيه المسألة البسيطة عندي أول حاجة لازم تزيدي من مستواك الاجتماع من مستواك التعليم يعني إيه اللي حاصل حضرتك لو سمحتي أنت واخد دبلوم لو سمحتي دوري على أي حاجة تتعلميها مناسبة لإيه مناسبة لمستواك ده فلازم تكملي ليه طيب هو دلوقتي بيشوف أشكاله ألوان وهو بيتعامل مع مشكلات الناس فهو حاسس إنه هو أرقى ذهنيا وعقلية منك دي أول حاجة هو شايف إنه سنه أكبر منك فهو في الحقيقة شايف إنه أنت أقصى حاجة تعمليها هو إنه أنت تحفظي على الأولاد على أخلاق الأولاده بس حتى من هو هتلاقي أجزاء كتيرة من التربية شايفك إنه أنت ما تنفعيش ولا تصلحي ليه الكلام اللي أنت بتقوليه إنه أنت سازجة ده هو بيعبر عنده على إنه تفكيرك على قدك طب ونعمل إيه نخلي تفكيرنا على قده فنعمل إيه فنحسن من استواك التعليم ولذلك إيه اللي حاصل التعليم ده ليه جلال وليه احترام كبير فحسني من مستواك التعليم وعتلاقي أنت عندك وقت فرق كتير اعمليه كده حاجة تانية لازم تعودي إنه أنت ما ترضيش إنه أنت يتقال عليك إنه أنت سازجة حاولي تتثقفي وبعدين استقافة دلوقتي بقت سهلة بقت سهلة ليه فيه أدوات كتيرة للتعرف فحسني من مستواكي ولما هتكي تتكلمي معاه هو هيحس بالفرق ساعتها وساعتها يتكلم معكي أنا مش شايف إنه أنت تدخلي أي حد برا لأنه لما بيتدخل أي حد برا بيتكرس إنه صرتك أنت إنه أنت طفلة مش إنسانة نطجة أنا شايف إنه أنت تصرني على إنك أنت اللي تكلمي بس لازم تعملي مدخل مناسب جدا من المداخل المناسبة جدا إنه أنت تسأليه تقولوا له لو سمحت بعد إذنك إحنا عندنا ثلاث أولاد لو تكرمت علي أنا دلوقتي بعد إذنك أنا عايز أعرف إيه اللي مش عاجبك فيه وسؤال ما يكونش سؤال استنكاري أنا في الحقيقة مشتاقة إنه إحنا نعيش مع بعض على أحسن حال فأقول لي إيه اللي ممكن أحسنه عشان أبقى أحسن الكلام بالطريقة دي والمدخل بالطريقة دي لو إن الراجل ما استجبلوش أول مرة هيستجبلو مرة التانية والتالتة فأرجو إن أنت تعمل التلاث حاجات اللي أنا قلت لك عليهم دول واتبري دوت من حسن تبع أقولك لزوجك اللي بيفتح أبواب البركات والأنوار على البيوت وأنا مش معنى كده إن أنا مبرر لي اللي هو بيعمله لكن أنا بقولك إزاي أنت تقدري تعالجي مشكلتك تعالجي مشكلتك إزاي بإنك إنت اللي تروحي تتكلمي مش حد تاني لإن دوت شيء مهم جدا جدا في العلاقة اللي بينك وبينه لإن طول ما أنت بتدخلي حد تاني هو بيجمع غلطات وبتكرس عنده شورة الشخص السازج اللي هو مش قادر لا يدي الحوار ولا يتكلم معه معنا الأستاذ الرحمة لسه موجود أستاذ الرحمة السلام عليكم عليكم السلام ونحط لبركاته أستاذ الرحمة إزاي حالتك يا دكتور عام نعمة وفضل الحمد لله كنت عايزة يعني كان عندي مشكلة وكان عندي كم سؤال ياريت حاطتك يعني تقدر تفيدني فيهم اتفضلي بسرعة يا أستاذ الرحمة أنا مشكلتي معجوزة أنا لست متجاوزة بقى لي شهرين شهرين مشكلتي معجوزة إنه هو على أي حاجة بيحلف علاقة بالطلق يعني لو قلتوا أنا عايزة أخرج هو مش عايزة مش عايزة خرج من المكان دا بيقولي علي الطلق ما أنت خرجها أي حاجة بيحلف علاقة بالطلق أولا مش حاجة بعمل معه وأهله وجامة كتير أستاذ الرحمة أستاذ الرحمة أيوة سامعني أيوة ساموة حضرتك أولا حضرتك الحوار دا طريقتك في الحوار في البيت أن أنت بتتكلمي الكلام كله وراء بعض وراء بعض ولحسن أخلص كلامي كله مرة واحدة فعشان نخلص بتعملي كده بعمل كده إزاي يعني أن أنت بتخلص الكلام كله كله وتخلصي كل اللي عندك مش بتتحاوري بحاور إزاي بحاور يعني أنت تقولي فكرة وبعدين تسكتي فهو يقول فكرة وهو كمان يسكت يعني هو دات الحوار أيوة أنت سنك كام يا رحمة 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 سنك كام سنك كام يا أستاذ الرحمة أنا عند 22 وهو هو عنده 27 27 طيب فترة الخطوبة كانت أدي إيه أربع سنين طيب أربع سنين أهم مشكلة عندك هي إيه أهم مشكلة عندي حلفانات الطلق بيحلف عليها بالطلق على أي أحد يقول عليها الطلق ما تعملي الحاجة دي علاقتك بوالدك شكلاها إيه وإخواتك لا أنا والدي متعرف فيه طيب هو أنت مقتنع بأن هو ما لحياتك ولا لا هو في أول خطوبتنا أنا ما كنتش أغداء على الحب هو أصلا في الأساس من السعيد ووالدته تبقى خلت والدتي يعني فيما بيننا ثلاث أربع لا خليني بس نروح كده فانتهينا بعد كده إن العلاقة بيننا بقت أحسن أه بقت بقيتنا أحسن يعني شوية شوية أنا اتعلقتي بيه وحبيته وخط ليه خالص وهو عرف كده وأقرب ده ولا لا وهو لا وهو بيحبيني وكل حاجة بس هي مشكلته هو حلفان الطلاق ده في بقعة يعني قبل حتى إحنا من قبل ما نتجاوز بسان طيب أقولك حلفان الطلاق ده بيعبر على إن الإنسان حاسس إنه هو مش البطل ولا هو ما لعين زوجته تعيد الكلام تاني اسمعي بس والله اسمعين يا رحم يعني لما واحد بيكتر حلفان الطلاق ده طبعا حلفان الطلاق ده بغير سبب حرام لكن هو بيعمل كده ليه لأنه حاسس إنه هو مش بطل لكنه لو قالك حاجة أنت عتصدقه وتصق فيه فهو مضطر إنه هو يخلي كلامه موثق فيوثق كلامه بيه بالحلفان بالطلاق فهو حاسس إنه أنت يمكن مش مصدقاه يمكن حاسة إنه هو ما بيعرفش تصرف يمكن حاسة إنه هو مش جدير بحبك حاجة كده فلذلك أنا عايزك تعمل إيه؟ تعودي معاه وتتكلمه مع بعض وتقولي له إن حلفانك وتقولي له أنا بحبك وتقولي له إن أنا حريص على جوازنا وتقولي له إن أنا ما عنديش حد تاني ممكن لجأ له غيرك فلو سمحت ما تحلفش بالطلاق لأن أنا بخاف لما تحلف بالطلاق الكلام اللي زي ده ليه أثر كبير جداً جداً في حياة الأزواج وإنتوا لسه بقى لسه في أول الزواج وأنا أظن إن اللي بينكم حالة من حالات فيه عندنا مشكلتين أساسيتين في بداية الزواج مشكلة أولانية من القائد من اللي يسوق وطبعاً الستات بتقولي الرجالة أنا ما عنديش مشاكل إن أنت تسوق بس في عبارة لازم الرجالة يخلي بالهم منها أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تسوق بس لما ترجع لي طب هو إذا ساء من غير ما يرجع لها هتحصل المشاكل أدي واحد مشكلة التانية هي مشكلة من الميزان من اللي يوزن أخلاقي أخلاق أسرتي والأخلاق أسرتك اللي أنا فهمها ولا اللي أنت فهمه ثقافتي ولا ثقافتك فلازم تراعي الكلام ده الحل هنا في الحالة دي إيه يا إيه إن أنت تعودي معاه وتحسسيه إن هو بطلك إن هو الشخص الحامي ليكي اللي هو الراعي ليكي وإن أنت لما هتروح تشتكي منه هتشتكيه ليه هو لإن أنت ما عندكيش غيره كده ممكن يأثر فيه الكلام وخاصة لما أنت قلتي إن أنت بعد كده بقيته اتجوزته وكان الحب أحد الأسباب الأساسية لإكمال الجوائز أستاذ الرحمة تفضلي عندك لسه استفسار تفضلي سمعت اللي أنا أقولتها يا رحمة سمعت اللي أنا أقولتها أيها سمعت كلام حضرت ليه كده بس ارجع التسليبينها تانية يا أستاذ الرحمة معانا السيدة مشريف السيدة مشريف السلام عليكم أتمنى على حضرتك أنك توقيت التلفزيون حاضر أتمنى على حضرتك أنك توقيت التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت أزاك يا دكتور عمر خير الحمد لله زي حضرتك وزي أولادك الحمد لله سلمة وأحمد ونادى زي الفل الحمد لله أنا يبريك لك فيهم يا رب يا رب يا رب ويخلوهم لك لا يتمنى بقول لحضرتك يا دكتور عمر دلوقتي أنا عندي ابني متزوج اتنين طي بعايش مع واحدة كويس وكده ومفتاح معها والثانية القديمة مش عايز بحلها فدلوقتي عملة تكلمني كل شوية وأنا ما فيش في ايدي حادة قال لي وفقدت على جنب وقلت له يا ابني لو مش عايزها سبها تروح لحد تاني يتقيش معاه عايزها تروح لها بقال لي بصراحة يا أمي قل لي بصراحة قل لي بصراحة يا أمي ما عليك أن أسأل الكلام إن أنا بخش البيت بحتي البيت ما تنطعش أولتو تتكلمها قال لي كلمتها ما فيش فايدة أكلمها أنا قال لي أولتو لم تتكلمتها بس برضك هو ما كانش حسن اختيار اللي أنت تتكلميها عارفة ليه لأن السبب اللي هو خايف منه أنه هو يكلمها هو نفس التحقق لما أنت كلمتها لأن أنت عبارة عن لسان لسان ابنك ما كنتش أنت تتكلميها عارفة مين أنت والدت ليه والدت عايشة عايشة أكتر حد كان ممكن يكلمها والدت ما قالت أنا ما بكلمهاش قالت أنا والدتي ما بكلمهاش ما ليش اختلاق ديها عندها أخوات استني بس عندها أخوات عندها أخوات يبقى تاني درجة إخواتها البناتهم اللي يكلموها لكن لكن لو أنت كلمتيها أو جوزة كلمها مش هينفع بس أقولك حاجة ما ما تزعليش لا تفضل بص حاجة مشريف ابن حضرتك بيتلكك ايضا أنا سايفة كده برضك مش كده برضو مش كده برضو أو تبكيب أو تبكيب فأقولولي فأقولولي التقل لا هو كل الحكاية إيه اللي حصل الست دي بقت أم العيال وبقت تيل عليه فهو عايز يروح يبتدي حياته بطريقة تانية أنا أتنى معاه جادت له اتنين بربك تغيرين بلدي أنا عارف فهو شغال إيه شغال إيه صديقي هو شغال فواء أشوفت إزاي فهو عايز عايز يبتدي مشوار جديد الله أعلم بقى يا شحاب ربنا يهدي فالحال بقى اسمعي بقى أنت تعملي إيه ملأ ما أنت ليجي دور ما إحنا ما إحنا مع أولادنا ما بمتيجيش دورنا أنت لازم تتحولي إلى مستشارة تعملي إيه بقى لما تيجي تعودي معاه تكلميه تقولي له إيه تقولي له بص يا ابني أنا عاوز أقولك حاجة إحنا كلنا بنكبر واللي بيفضل في حياتنا الحاجات الحلوة خلي حياتك ملينا حاجات حلوة خلي حياتك حلوة مع أولادك اللي هم من الزوجة أنا محبش الزوجة القديمة دي خالص ما فهمش يعني إيه قديمة دي دي زوجة ودي زوجة دي سمع الزوجة ودي سمع الزوجة الأخرى فنقوله كده أولادك دول ربنا جعلهم نعمة من نعم ربنا عشان يكونوا سبب من أسباب سعادتك فما تضيعهمش من إيدك وفكريه إن اللي هو بيعمله ده مهما كانت اللي هي بتعمله مهما كانت اللي هي بتعمله حكاية الريحة دي ممكن تتغير ممكن هو ياخد موقف منها ممكن ده كله يغيره فيتقي الله سبحانه وتعالى فيها وقليله ولو هو بيعمل كده فهو في الحقيقة ممكن يكون ده سبب سببه الاكتئاب اللي هو أجابهولها لما راح تجاوز عليه ببساطة خالص هو لازم يتقل الله سبحانه وتعالى فيها ويحاول يخرجها من اللي هي فيه ده لإن دي مسئوليته لإن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعياتي لازم هو يسعدها إنها تخرج من أزمتها وتخرج من اكتئابها لإن دي مسئوليته كزوج بيرعى زوجته بعد الفاصل نكمل أسئلتكم المباركة فإلى الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الحاجة المشريف من الأليوبية أهلا سبب عليكم وعليكم السلام ونحط له بركاته بس فان معدي حضرتك هسألك سؤالين هو أول سؤال أنا هسأله والثاني يهدي لابني التلفون هو يسأله لك طيب تفضأ لي ماشي بص يا حضرتك بص يعني إيه أنا بنسي كنت عندها مم بيتت متخنقة هي وجوزها مم ومهم راح ضربها ورح نازل فهي راح إيه دعت علي قالت حسب الله نعم الوكيل أنت ماشي على طريق فأنا بقول لها أنت بتبتد علي بتقول لها أنا بحزب بس أنت كده بتد علي هو ماشي على طريق حرام عليك قلت لي لا يا فاق لا يا مما أنا بحزن بس طيب ايه تاني قلت لي طبعا هسأل واشوف طيب ده سؤال حضرتك سؤال إيه ابن حضرتك بقى معليش بقى هو مع حضرتك عشان اتفضل اتفضل قالوه السباح الفل يا عام شيخ صح سر ماشي اتفضل وبص عارف عاج بس أسأل ودلوقاتي انا شغال في حاجة اسمها التداول تمام أناشي التداول داء دعون بيخديني مسلا أكثر تشار المبالغ كبيرة جدا لا معلاش يا ايه التداول ده ده شغل السوق مالي كبير جدا السوق اسمه فوركس والله أو أوках طب ما ده ده اسمه ده اسمه تبادل العملات اسمه وصول لعملات العالم الفوركس. اه بتشتغل بقى فيه بقى? ده بدخل اشتغل فيه. ده اوات مسلا لو الدولار مسلا يغلى بعد اسبوع. فانا في حاجة اسمها زي البنوك وكده. بنحل اللي احنا هو بنعرف. ومنشتغل وبنكسب الفرر. يعني انت 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 اللي بتحلل انت. والنهاردة بخمسة احنا نكسب خمسة واشر مسلا. معلش انت اللي بتحلل ولا انت حاطت فلوسك مع حد اه بروكر اه سمسار. انا اللي بشغل فلوسي بنفسي. الكلية دي بتعلمني وانا بشغل. وانا شغل بس انا بكسب فعل. بس ايه. اللي انا بكسبه فلوس كتقي. يعني مبلغ كبير. ممكن بعد اذن حضرتك. احنا عندنا فتوى في الفوركس في دار الليفت. فانا اللي انت بتقوله ده احنا درسينه. انت بتستخدم المارجن ولا لا? بتقول ايه? بتستخدم المارجن الرافع ولا لا? اه بنستخدمها. طيب المارجن دي بقى يا سيدي. اه تكيفة ايه? انت ده الوقت دفعت مية دولار. فهو بيدي لك بتحلك ان انت تقعد تشتري بالف دولار. صح? اه اوه مش صح اوه يا عم الشيخ. امال انت ايه? قللي بتعمل ايه? اقول لك. اوه بص احنا مسلا دلوقتي مسلا احنا عندنا مسلا اليورو مسلا والعمل دي كلها. مسلا الدولار قدام الجنين مصر نزل. فاحنا بندي حاجات مع امر الشراء او امر بيع او حاجات زي كده مسلا. تمام? انت مبتديش يا. يا شريف يا شريف. انت مبتديش امر انت كل الحكاية انت مش ممكن. طب انت اقول لي انت بتجرب كم? بتجرب عشر تلاف دلار? لا يمكن ابدا يكون عندك بوينت في بورسة لندن ولا بورسة نيويورك ولا بورسة توكيو ابدا وانت معاك عشر تلاف دلار. انت بتدي الفلوس دي للشركة. والشركة بتجمع منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك. وهي اللي بتروح اه وهي اللي بتروح بتنفذ العملية. انت بتقول له نفذلي. واذا فلوسك فضل تخسل لغاية موصلنا. ان انك انت بقى عندك نص المبلغ فهو بيروح وقف. بيحصل كده? او صراحة مش شيخ انا داخل على السلام ما حصلش معايا صراحة. يا فاندي ما هو ما حصلش معاك. طب انا اقول لك حاجة. انت قريت التعاقد اللي بينك وبين الشركة دي? لا اهو. ما بيش تعاقد. هو انا دخلت دي كلية. دخلت درست وتعلمت. تمام? وبعد ما خلصت فيها اسمها اي ام اكاديمي. بعد ما خلصت وتعلمت. انا بشتعل معايا. مش هو اعلمك الاول? مش هو الاول اللي علمك على دي? وبشتعل بنفسي. اللي هو مش حد اصلا معا فلوسي. لأ انا اللي حطيتها وانا اللي بشغالها وانا اللي انا ترست وبنفزه. يعني انا دلوقتي لو دخلت في بورسة في بورسة مسلا نيويورك. علاق اسم الاستاذ شريف اينك? لا ما ايه ملاش اسامية عمشي يا سيدي انا لما انت هتنفذ الامر انت لما هتنفذ الامر ده ما انا عايز افهمك بس. انت لما هتنفذ الامر ده. الامر ده واتنفيزه. هيبقى انت البائع والمشتري? ام. والاكاديمية اللي انت فيها? لا الاكاديمية اللي انا فيها دي. يبقى محضرتك ما تقولش ان انت بتبشر البيع والشراء يا شريف. ام. اللي انت بتعمله ده ببساطة خالص اللي انت بتعمله. ان هو بيدي لك شوية حاجات انت مقارطهاش بس انا عايزك بس تروح تقرأ شوية عن الفوركس. اللي حاصل ده انت لو خسرت فلوسك. هو دلوقتي سواء انت اكسبت او خسرته هو بياخد ايه? بياخد العمولة بتاعته. اللي هي الاكاديمية دي بتاخد العمولة بتاعتها صح? الشريف راح فين? يا شريف. انا مش لازم يعني اللي هو انا براحتي. انا لو عايز ادفع ادفع. الاكاديمية دي بتعلمني يعني بس اكاديمية دي في حاجة اسمه قبي بيستاكد انت عارفها. اه يا فاني. انا هم اللي بدوني اصلا الصفقات ديت وهم اللي بياخدوها. يعني انا بيس اصلا. تمام? مسلا اكاديمية ممكن داخل مني الفين. هو ايه فان داخل مني الفين. بس ايه مكسباني قدام مسلا الفين دول. ايجي تماما تسعة تلاف. بص يا بص يا بص يا سيد اه شريف. احنا عندنا الفوركس. الحكم بتاعه انه هو ممنوع. حرام. لأسباب كتيرة خالص. السبب الاولاني انت لو اختلفت مع الاكاديمية. هترفع عضية فين? يعني انت دلوقتي لو حصل خلل انت ديت امر شراء. امر بيع او امر شراء. والاكاديمية لسبب من الاسباب حصل خلل ومعملتش ده. لما تيجي تتقاض مع 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 الاكاديمية. هتذهب هتروح لاني محكمة. ما تعرفش. انت لو انك انت بتستخدم المارجن. المارجن ده بيبقى دين عليك ولا بيبقى ايه? ما تعرفش. كل هذا الغرر. وكل عدم الحماية القانونية دي. قدت الى ايه? قدت ببساطة خالص ان احنا نقول ان هذا التعامل ممنوع. الا اذا كان التعامل اللي انت بتعمله فعلا هو بيع. او ديني بقولك اوه. اذا كان الوسيط بتاعك هو اللي بيعمل ده كله. ومفيش انت عمل مباشر بمعنى ان انت مش بتدخل على البورسة تبيع وتشتري بنفسك. ده هت هيكون ممنوع. طب افرض انت بتشتري وتبيع بنفسك. خلاص. هيبقى تبادل العملات ده جائز وليس حرام. يبقى الفوركس. اذا كنت انت بتشتغل عن طريق حد بيعمل لك مارجن. او انك انت بتروح تشتري وتعطي هذا المال لهذه المؤسسة. والمؤسسة دي مفيش حماية قانونية ليك. فمش هنقدر ان نقولك ان انت تعرض مالك لهذه المخاطر. ولذلك احنا قلنا بان الفوركس ليست ليست معاملة جائزة لعدم توفر حماية قانونية. واللي ما تشتمل عليه من غرر. ولكل المخاطر اللي بتكون في المسألة دي. وخاصة مع اشخاص هم مش عارفين الاموال اللي بتتاخد منهم دي. في اي الاوامر عيتم الشراء وايتم البيع. عشان كده بنقول لا الفوركس بهذه الطريقة لا يكونوا جائزا. يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن نوع من انواع الزواج بيحصل عندنا كتير في اثارنا. بيحصل كتير التحول اليه. هل التحول منه ممكن اللي هو جواز مصالح اكيد. مفيش اي نوع سلبي بيحصل في الجواز عندنا غير واحنا قادرين نحوله. لما نستعين بالله سبحانه وتعالى ونمشي في الخطة المنضبطة اللي تخلينا نقدر نسترجع التوافق عشان نقدر نوصل للرضا ونقدر نوصل للسعادة. يلا شمروا ايديكم ويلا اكتهدوا. وان شاء الله مدد ربنا معاكم. والله سبحانه وتعالى لا يضيعوا اجر من احسن عمله. تعالوا كلنا نتوكل على الله ونجع ونعيد لبيوتنا الامان والاهتمام والاحترام والتأدير. يا رب اكرمنا واجعلنا دايما من اهل محبتك واهل صفائك. واجعلنا دايما محل نظرك عشان يوصل لنا لماددك. وبلوتنا تتملي بالحنان والعطف. وكمان الود وكمان الرحمة. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اكرمنا بماددك على الدوام يا رب العالمين. موسيقى